هل تأخر الزواج فيه ابتلاق من ربنا سبحانه وتعالى؟ الزواج ده بسق من الله شيء مكتوب الإنسان ممكن يسعى له سعيا دقوبا ولكن لا يقدر الله فده أول حاجة لازم يحطها في دماغنا لما ربنا هيقدره هيكون هيكون في الوقت اللي ربنا أراده وهيكون مع الشخص اللي ربنا أراده فلما يتأخر شوية مش معنى كده زي ما البعض الآن الحياة بقى الموضوع ده منتشر قوي ده فيه حد عامل حاجة لابني ده فيه حد عامل حاجة لبنتي لا ده الموضوع مش طبيعي لا الموضوع طبيعي ليه لأنه هو قدر الله ولا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى فإذا ما أراده شيئا كان فلذلك لما نلاقي الموضوع تأخر علينا بالدعاء علينا بالاستغفار ونقول ده ابتلاق ابتلاق مش شرط يكون ابتلاق ده غضب من الله أبدا ولكن عندما يريده الله سبحانه وتعالى بالشخص اللي ربنا يريده إن شاء الله تحدث به ويحصل به الزواج وتحدث به السعادة إن شاء الله أنا عندي ولد في الجامعة ودلوقتي متجوزة غير والده ابني غير والد ابني وهو متواجد معايا أغلب الوقت أبوه بيديله مصروف بسيط جدا ما بيكفهوش خالص لحد نص الشهر وجوز يرافض أنه يصرف عليه من ماله هل يجوز أن يقديله من زكاة مالي؟ أحيانا هي مشكلة فيها أكبر من خطأ الفتوى أحيانا بيبقى أمرها سهل يعني يجوز أن أنا أدينه من زكاة مالي لا لا يجوز تدينه من زكاة مالي خلص قضيت الفتوى بهذا لأن الزكاة لا تجوزه لا لأصل ولا لفرع بس هي القضية مش كده هي القضية أن التخلي الوالد عن أبنائه في حالات الطلاق دي كتير قوي لو كان كان بينفق ويعيش أولاده عاشة كويسة مجرد ما بيطلق بيبتدي يقطر عليهم ويضيق عليهم وكأنه يريد أن ينتقم من الأم ولكن ده بيجي على دماغ الأولاد فلذلك الإنسان لو يعني قلل من النفق اللي تنفقها على أبنائه وقطر على أبنائه بعد مرحلة الطلاق يعلم بأنه محاسب على ذلك لابد أن يطعم أبنائهم يطعم نفسه ويكسيهم مما يكسي نفسه ويعيشهم في نفس المستوى اللي هو عيش فيه وإلا يبقى حرام عليه فلذلك الوالد عليه أنه ينتبه إلى هذا اللي هو طريق حضرتك ينتبه إلى هذا أما حضرتك لا يجوز لك إعطاء الزكاة لإبنك لأن النفقة عليه في حالة تخلف الأب عن النفقة أو عدم النفقة من الأب بيكون واجب على الأم طيب طيب بتقول أنا حامل في طفل فيه تشوهات والدكاتر قالت ينزل التشوهات صعبة جدا مش هاين علي أجيبه ويتعذب وفي نفس الوقت ارتبطت بيه منه أنا حامل فيه أنا حامل في الشهر الخامس هي بطيب مسألة إجهاض الجنين المشوه حقيقة هو الفتوى أنه لا يجوز إجهاض الجنين المشوه إلا في حالة واحدة أن يثبت الطب وجود خطورة على حياة الأم من تمام الحمل لو الحمل تم الطب يقول لي لا ده يحصل لقدر لا في تضخم في الدماغ مثلا أو التشوه في الدماغ هيؤدي إلى حدوث خطورة لحياة الأم وقتها الطبيب لا يسأل الشيخ بس هما هنا ده كترة بيقولوا لها أنه ينزل يعني تنزله لو كان في حاجة أو لما تقول لي الطبيب بيقول أقول الطبيب بيقول ينزل في حالة وجود الضبط ده مهم جدا في هذا لأني بعد المية وعشرين يوم أنا مش بتعامل مع بدا مشوه روح أنا بتعامل مع روح هذه الروح حتى لو كانت عبارة في قطعة لحم بس طالما نفخت الروح لا يجوز خانق هذه الروح إلا في وجود خطورة على حياة الأم فلذلك الطبيب لابد من الرجوع ليه في هذا هو الذي يكرر في خطورة على حياة حضرتك يبقى لابد من إنزال الجنين ما فيش خطورة يبقى يأخذ حقه في الحياة نعم اشتركوا في القناة